الشيخ هل الصحابة يختلفوا في كفر تارك الصلاة؟ في كفر تارك الصلاة؟ نعم كتب إذا كنت تعني بالكفر هو الردة لأن الكفر أكسام هناك كفر قلبي وهناك كفر لبضي وهناك كفر اعتقادي وهناك كفر عملي فإذا كنت تقصد بسؤالك هل اختلفوا في كفر تارك الصلاة؟ فإن كنت تعني كفرا بمعنى كفر الاعتقادي الذي يساوي الخروج عن الملة فليس للصحابة كلام في هذه المسألة على هذا التفصيل ولكن قد جاء عن صحابة بأنهم كانوا يرون كفر تارك الصلاة وكفر تارك الصلاة لا يمكن أن يفسر قولا واحدا بأنه يساوي الردة وإلا فقوله عليه السلام أن ترك الصلاة فقد كفر أقوى حجة من الاحتجاج بأقوى البعض الصحابة لكن كما أن قوله عليه السلام فقد كفر يمكن تفسيره بوجه من تلك الوجوه التي أشرنا إليها آنفا فكذلك قول الصحابة أو رأي الصحابة أن ترك الصلاة كفر من ترك الصلاة فقد كفر فولا هذا الأثر من الصحابة لا يجيد على الحديث الذي ذكرناه آنفا من قوله عليه السلام من ترك الصلاة فقد كفر فلا يكفي طالب العلم أن يقف عند رواية فيها لفظة الكفر سواء كانت مرفوعة إلى النبي أو كانت منشوبة إلى الصحابة أو صحابة لأن هذا الكلام أو هذه اللفظة لفظة الكفر تتحمل عدة معاني كما ذكرنا آنفا فلا جرم أن جماهير العلماء الذين جاءوا من بعض الصحابة ووقفوا على ذلك الأثر الذي أنت تشير إليه كما وقفوا على الأحاديث التي ذكرت أنا بعضها مع ذلك قالوا بأن ترك الصلاة له حالتان إن ترك الصلاة جحدا لها فهو كافر وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين أما إذا تركها مؤمنا بها معترفا بفرضيتها ولكنه خالف أمر الله بها كما خالف كثيرون من العصاد أوامر الله تبارك وتعالى مثل الذين يأكلون الربا أضعاف مضاعفة أو دون ذلك والسارقون والزنات ونحو ذلك كل هؤلاء مقالفون لأوامر الله عز وجل مع ذلك فالمسلمون لا يكفرونهم إلا إذا جحدوا شرعية ما هم مقالفون فيه فإذا كان ترك الصلاة جحد صلاة فهو كافر بإجماع المسلمين أما إذا آمن بشريتها فهو مؤمن ولا يكفر إلا في حالة واحدة إذا عرض على النطع تارك الصلاة إذا عرض على النطع أي على السيف وقال له الحاكم المسلم إما أن تصلي وإلا قتلت فآثر القتل على الصلاة في هذه الحالة يقتل ردة ولا يدفن في مقابر المسلمين كما قال الشيخ الإسلام ابن قيميا رحمه الله غيره ما في كلام ترفع يدك بس